موسيقى نحن بكم في نشرة السادسة حيث وقعت سلطة الطيران المدني وحكومة نينوى مذكرة سفاهم مع شركة فرنسية لتأهيل مطار الموصل فيما ينتظر الموصليون إقرار موازنة العام الحالي للبدء بتأهيل المطار وإنشاء بنايته مرت ستة أعوام على آخر طائرة حطت في مطار الموصل قبل أن يتحول إلى أكوام من الحجارة مع اجتياح داعشة للمدينة والآن وقعت حكومة نينوى المحلية وسلطة الطيران المدني العراقي مذكرة تفاهم مع شركة اي دي بي اي الفرنسية لتأهيل مطار الموصل الدولي الذي من المؤمل أن يخدم أكثر من ثمانية ملايين عراقي في نينوى وما حولها المطار الذي أنشأه سلاح الجو البريطاني عام الف وتسعمائة وعشرين وتحول إلى مطار مدني بعدها بعامين هو من أقدم المطارات في العراق المباشرة بإعادة إعمار مطار الموصل الدولي مرهونة بإقرار موازنة العام الحالي لحاجته إلى أبراج مراقبة وبنايات أخرى تضبيط حركة الملاحة والمغادرة والاستقبال ومرافق خدمية متنوعة هذا ما أكدته حكومة نينوى المحلية على لسان محافظها نجم الجبوري الذي قال أيضا إن مدة الإنجاز ستستغرق عاما كاملا من تاريخ المباشرة آمال اقتصادية وتجارية كبيرة يعلقها الموصليون على أسوار مطارهم ولسيما أن عقد التأهيل تضمن توسيع مدرج المطار وتهيئته لاستقبال طائرات الشحن الكبيرة أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة رحلة يمكن أن يستقبلها المطار سنويا حال افتتاحه من جديد وعلى مدار قرن كامل كان مطار الموصل واحدا من أضخم مشاريع البنى التحتية في نينوى وعودته من جديد ستفسح المجال أمام عودة مشاريع استراتيجية أخرى تنعيش الاقتصاد والتجارة في المحافظة وعموم العراق مراسلنا في الموصل قاسم الزيدي ينضم إلينا لمتابعة آخر تطورات تأهيل مطار الموصل الدولي مرحبا بك قاسم إذن وقعت الحكومة المحلية وسلطة الطيران المدني يعني مذكرة تفاهم مع شركة فرنسية ليعادة تأهيل مطار الموصل ما أبرز البنود التي تم الاتفاق عليها وما الذي تضمنت في هذه المذكرة؟ نعم رويدة يعد هذا التوقيع هو الخطوة الأولى ليعادة تأهيل مطار الموصل فرنسا ستقدم قرض قيمته 700 ألف يورو هذا القرض هو للدراسة الأولية تضمن التصاويم الأولية للمطار وأيضا مدرج المطار ورفع الأنقاض هذه 700 ألف يورو هي ليست المبلغ الكلي لإعادة تأمار المطار الجانب الفرنسي تبنى 70% من تمويل إعادة أعمار المطار بقرض فرنسي 30% استبنىها الحكومة العراقية لإعادة أعمار المطار بالكامل حقيقة كان هناك نية لإنشاء مدرج آخر عداء المدرج المدني هو إنشاء مدرج للشحن الجوي هذا المدرج حقيقة سيوفر آلاف فرص لعمل إذا ما أنشئ هذا المدرج أطلقته حكومة محلية لشركة الفرنسية من أجل أن يوفر للمدينة منفذ تجاري على غرار المنافذ الحدودية الأخرى نعم رويدة طيب كيف طرحت مذكرة التفاهم هذه يعني الشركة الفرنسية هي من طرحت مذكرة التفاهم هذه ما هي شروطها ما هو المقابل قاسم نعم الشركة الفرنسية طرحت هذه المذكرة حقيقة ليس هناك شروط فقط هناك جرى بعض التعديلات على التصاميم النهائية للمطار هذا كل ما طرحته الشركة الفرنسية لشركة باريس للمطارات ومتى سيتم التأهيل إذن وما المدة التي سيستغرقها إنجازه نعم خلال ستة أشهر سيبدأ العمل بإعادة أعمار المطار المدة حقيقة حدثت بين عام ونصف إلى عامين لإفتتاح المطار كانت هناك أنباء يوم أمس عن وجود عام يعني نهاية 2021 سيفتتح المطار حقيقة يعني محافظة نينواء قال أن المطار يحتاج إلى مدة أكبر إذا ما أرادت الشركة الفرنسية أن يكون المطار على غرار المطارات الدولية في محافظات البلاد الأخرى نعم مراسلنا قاسم أزيدي شكرا جزيلا لك تجري الاستعدادات على قدم وساق في البصرة لإجراء المباراة الودية بين المنتخب العراقي والكويتي تمهيدا لاستضافة المدينة بطولة كأس الخليج الكويت في البصرة واضعة نهاية لثلاثين عاما من الغياب ملعب جذع النخلة يجمع بود منتخبي العراق والكويت في مباراة لكرة القدم مباراة تهيأت لها البصرة جيدا ويتستعد بها لاستضافة بطولة كأس الخليج الأكبر الأجواء معاتية جدا بيننا وبين الأشقاء الكويتيين مقدمة للمباراة الودية إن شاء الله التي ستقام على أرض البصرة الفيحاء وإن شاء الله منها إلى خليجي خمسة وعشرين الكويت حاضرة بقوة في مشهد افتقدته الجماهير طويلا ما يزيد من شغفها في النجاح باستضافة بطولة الخليج بنسختها الخامسة والعشرين بكل طاقاتنا مع العراق ومع البصرة إن شاء الله الخليجي بصراوي العراق نحق أن ندافع عن شرعيته في استضافة البطولة ويبدو أن الرياضة تفوقت على السياسة هذه المرة في ترميم ما تبقى من تصدع في العلاقات بين البلدين سابقا مركز الخليجي للدراسات يقول إن العلاقات الدبلوماسية بين العراق والكويت تحسنت كثيرا بل هي الأفضل منذ ثلاثة عقود برغم المشكلات العالقة بين البلدين كترسيم الحدود وملف الكويتين المفقودين فضلا عن التعويضات ليس مع العراق دولة تتمتع بعلاقات دبلوماسية رائعة وطيبة ومتينة كالعلاقات بين العراق والكويت حاليا على الرغم من هناك بعض الملفات لا زارت عالقة اقتصاديا من المنتظر أن يضاعف البلدان من حجم التبادل التجاري بينهما ويعد العراق ثاني أكبر مستورد للمنتجات الكويتية بأموال بلغت قرابة 440 مليون دولار في عام واحد فقط عبر منفذ سفوان الحدودي بوابة البصرة على دول الخليج سعي حثيث يبذل هنا لإظهار البصرة بكامل أناقتها ويتستعد لاستقبال ضيوفها من الخليج رغم التحديات التي عملت الحكومة على تخطيها سعد قصي يو تي في مدينة البصرة في السياق ذاته كشف المتحدث باسم حكومة البصرة معين الحسن ليو تي في عن تسلم الكويت رسميا ملف تصاميم إعادة بناء منفذ سفوان الحدودي الذي بادرت الكويت بتحمل كلفة بنائه وتوسعته البصرة لها مع الكويت وشائج لا يمكن لأحد أن يقطعها فالبصرة هي خليجية من حيث الطابع وأيضا نعتز بهذا التسمية منفذ سفوان تبرع الجانب الكويتي ببنائه والآن الكويت مستعدة لبناء هذا المنفذ إكراما لأهالي البصرة طبعا نحن هنا أموال لا يتصدق علينا أحد لكنهم أهلنا وأقوتنا من جانبه أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة في الكويت حمود الفلطح دعم بلاده الكامل لملف استضافة العراق خليجي 25 مشيدا بإجراءات البصرة على صعيدة الأمن والبناء التحتية حضورنا اليوم هو حضور محبة حضور تأييد حضور الدعم لملف أخواننا في العراق الشغيق أعتقد اليوم ما لمسناه من إمكانيات متواجدة بالبصرة من مدينة رياضية من منشآت بنية تحتية ممتازة فنادق على مستوى الأهم من هذا كله الأمن اللي لمسناه الحقيقة في البصرة دفعت أزمة الدولار وانخفاض سعر الدينار أصحاب المصانع الأهلية في الموصل إلى إعادة تشغيل العديد منها وأيضا وضح إنتاجهم في الأسواق جهود حثيثة أدت إلى انتعاش المنتج المحلي وإعادة ثقة المواطن به دفعت أزمة الدولار وارتفاع أسعار البضائع المستوردة مئة المعامل في الموصل إلى زيادة الإنتاج ورفض الأسواق ببضائع محلية فإلى جانب الصناعات الغذائية التي بدأ سوقها ينتعش عادت مصانع الأخشاب والكاش ومعامل إعادة تدوير النفايات إلى العمل من جديد لضخ منتجاتها في أسواق المدينة يسحى هذا النجار الموصلي جاهدا لصناعة آثاث محلية تنافس المستوردة الذي أغرق السوق لسنوات طويلة يقضي أحمد ورفاقه وقتا طويلا بين هذه الألواح الخشبية لصناعة وتشكيل آثاث منزلي ومكتبي ينافس البضايع الأجنبية ويعد ثقة المواطن بالمنتج المحلي الناس اللي عمومة ما قامت تشتري من الخارج المنتج الخارج قامت تتجه أقبال علينا أرخص شوية يحاول الصناعيون الموصليون إرضاء المستهلكين المحليين بكل الطرق المتاحة لديهم لتعويض ما فقدته الأسواق من المنتجات المستوردة وكذلك تلك التي تضاعفت أسعارها بعد أزمة الدولار صناعة الكاشي واحدة من الصناعات المحلية التي ارتفع الإقبال عليها بعد الأزمة الأخيرة ما دفع أصحاب المصانع إلى تعزيز إنتاجهم ارتفاع الدولار أثر على كثير من المواد أما المنتج المحلي ما أثر علينا من ناحية الارتفاع ظل نفس الأسعار بس المستورد صار ارتفاع عليهم المواطن إذا شاف شي درجة أولا أو شي زيان أكيد راح ترجع الثقة مالتو أنه على المنتج المحلي ويترك المستورد وكانت وزارة المالية قد أشارت مرارا إلى أن أحد أهداف خفض قيمة الدينار هو إفساح المجال أمام المنتج الوطني ومساعدته على منافسة المستورد لم يثني الدمار الكبير الذي تعرضت له مئات المصانع والورش الأهلية في الموصل أصحابها عن إعمارها ويعادة تشغيلها حتى مع انعدام الدعم الحكومي فرب ضارة نافعة جعلت من أزمة الدولار منطلقا لدعم الصناعات المحلية ويعادة منتجاتها إلى الأسواق من جديد من المنصر محمد سالم يو تيفي أحد رواد النهضة العلمية في الحلة التي كانت عاصمة لعلوم الإسلام العلامة رضى الدين علي بن طاوس هو الذي أفتى لتسوية سياسية مع السلطان قائلا كافر عادل أفضل من مسلم جائر وذهبت مثلا متداولا حتى أيامنا هذه إنه العلامة الحلة رضي الدين علي بن طاوس أحد أعلام مدينة الحلة الذي ولد فيها عام 589 للهجرة ألف أكثر من 62 مؤلفا تركزت في الأخلاق والقضايا المجتمعية التي رفدت حركة النهضة العلمية حين كانت الحلة قبل النجف عاصمة لعلوم الإسلامي وأئمة المذهب الاثنين عشر ألف سيد علي بن طاوس أكثر من 62 كتاب في الأخلاق تركز على قضية الأخلاق في حين ألف أحمد بن طاوس اللي هو أخو الأصغر في قضية الفقه والعصور 13 فردا هم أفراد عائلة آل طاوس بحسب المؤرخين أربعة أخوة منهم في الحلة بحسب سدنة المرقد وهم عز الدين وشرف الدين ومجد الدين ورضي الدين أثروا في المجتمع الحلي وأدبه وفكره وجاءت تسمية آل طاوس نسبة إلى جمال خلقهم وأخلاقهم سموا بآل طاوس نسبة إلى جدهم كان كبير طويل الرجلين وضعيف البنية وكان جماله جمال حقيقة معروف ومشهور ومشهود به فلجماله وأوصاف بدنه سمي بالطاوس ورفدت أسرة آل طاوس مدينة الحلة بأعلام وفقهاء كان لهم دور كبير في تنشئة مدارسها التاريخية وأدبها وفكرها وخاصة بعد احتلال المغول بغداد عاصمة الخلافة العباسية ومنها انطلقت هجرات الفقهاء المعروفة نحو جبل عامل في لبنان وأصفهان في إيران وبلاد أخرى وبحسب المؤرخين لحياة العلام الحلي علي بن طاوس فهو أبرز من استطاع حقن دماء العراقيين خلال احتلال المغول لبغداد بعد لقائه هولاكو في المستنصرية عام 656 للهجرة من باب الحيدر الشلبي يو تي في رائد البيوت الثقافية في العراق بيت الفلوجة المؤسس عام 2004 يتنقل اليوم بين بناية وغرفة منتظرا أعمال الصيانة المتوقفة منذ سبع سنوات أول بيت للثقافة العراقية في الفلوجة عام 2004 منه انطلقت فكرة تأسيس البيوت إلى بقية المدن موظفوه اليوم يتنقلون بين دار مستأجرة وداخل إحدى غرف المؤسسات الحكومية بسبب توقف الأعمال الإنشائية للبناية المخصصة منذ سبع سنوات كبيت ثقافي في الفلوجة نعاني اليوم من عدم وجود مكان يليق بسمعة البيت ويليق بالفلوجة ويليق بمثقفيها وروادها نتخذ اليوم غرفة صغيرة في مركز شواب الفلوجة لا تعبر عن طموحاتنا ولكن من هذه الغرفة تنطلق الأنشطة وتعزو لجنة الثقافة النيابية توقف عمل المشروع إلى تقصير الشركة المنفذة والتي استلمت كامل المبلغ دون إكماله مشيرة إلى وجود تحرك لسحب المبالغ المتبقية بذمتها بناء جاهز من 2014 لكن أكو خلافات مادية أو إدارية بالمحافظة مع المقاول فتوقف عمل هذا البيت المقاول مستلم جميع المخصصات السلف لكن البناية نسبة الإكمال بها 60% نحاول قدر الإمكان الآن أنه إرجاع البقية الأموال والبدأ بإعمارها تكملت بناءها بدأ البيت الثقافي في الفلوجة على شكل كشك صغير يلتقي عنده مثقفوء المدينة لكن طموحهم بقصر ثقافي يليق بضيوفهم الوافدين للمدينة ما زال ينتظر إكمال بنايتهم التي طال انتظارها نبيل عزامي يو تيفي الأنبار السادسة انتهت انتظروا المزيد من الأخضر في نشرة الثامنة إلى اللقاء اشتركوا في القناة